بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم سيد العاطفي الجزء الثاني بطولة الفنان الكبير تامر حسني وأول من نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي بسرد وملخص وتفاصيل وأحداث الجزء الثاني من سيد العاطفي وسيد العاطفي بعد ما تجوز من دالية طبعا أنجب منيها بنت وسماها على اسم أمه حنيفة اللي هي تبقى عبلة كامل وكان سعيد جدا بوجود بنته الصغيرة معاه وطبعا حنيفة كانت بتقضي طول اليوم مع بنت سيد اللي هي طبعا تبقى قدتها فكان سعيدة جدا بوجود بنت سيد في حياتها وكانت بتقضي جميع أوقاتها معاها فبعد كده دالية مراد سيد العاطفي طبعا جاتها الفرصة بأنها تبقى إعلامية في برنامج وقناة مشهورة جدا فطبعا بعد ما قدمت البرنامج ده البرنامج الشهر وطبعا أصبحت في قنوات كثيرة جدا بتطلبها وبالأجر اللي هي عايزاء فطبعا أصبحت إعلامية مشهورة جدا وصفحتها على الفيسبوك طبعا أتوسقت وبقي عليها متابعين كتير جدا وطبعا أصبحت من المشهورين وطبعا فرحت جدا هي وسيد وسيد كان فخور بمراته داليا جدا هو وأبوها عم يوسف فبعد كده سيد برضه في مجاله هو تأليف الشعر ألف كتاب عن الشعر فالكتاب ده نجح وأصبح طبعا دار كتب كتيرة جدا كانت بتطلبه وبتنشره فيه المكتبات ودار الكتب اللي عنديها فطبعا الكتاب بتاع سيد الشهر وطبعا أصبح شاعر كبير جدا وطبعا داليا فرحت جدا أول ما ارتب بأنه طبعا جوازها الشهر زيها وأصبح شاعر كبير جدا بعد كده أبو راوية اللي هو يبقى طبعا طلعت زكريا بعد ما تجوز من بنت صلاح الجمال أنجب منها ولد وسماه على اسم سيد ابن اخته حبا في سيد وتكريم له فبعد كده صلاح الجمال حب سيد جدا هو وأبو راوية فطبعا هو وأبو راوية هو وسيد خلاهم يمسكوا شركة من شركاته وهم يمسكوا الإدارة فطبعا أصبحت الشركة يعتبر تباحهم هم كانوا بيديروا فيها كل حاجة فبعد كده طبعا الأمور المادية وحالتهم المادية كلهم أتحسنت خصوصا سيد بعد ما امرأته أصبحت إعلامية مشهورة جدا فطبعا في خلال الوقت ده داليا في الإعلام كان بتهاجم رجل أعمال مشهور جدا رجل الأعمال فاسد جدا كان بيدور ناس كثيرة في منتقات المصانع وشركات بتاعته فكان رجل أعمال فاسد جدا فكان بتهاجم داليا وفي يوم من الأيام وقع تحت يدها ورق ومستندات تثبت بأنه رجل أعمال فاسد والمستندات دي لو وسطت للحكومة كانت هتوديه في 60 داهية فطبعا قررت داليا بعد ما أصبح الورق كله تحت يدها بأنها تطلع على التلفزيون وتكشف حقيقة يدعى فريد النقار فطبعا فريد النقار ده أول ما سمع اللي حصل ده خطف سيد الحاطفي فخطف فبعد ما خطف راود مرات داليا ما بين بأنها تجيب الورق وما بين يخلص على جوازها فطبعا في الوقت ده أبو راو يسمع اللي حصل فراح خلص فراح أخذ رجال مسلحين وطلعوا على المكان المخطوف فيه سيد الهاطفي بعد ما حددوا المكان لأن تلفون سيد كان فيه جي بي اس كان بيحدد المكان اللي هو موجود فيه فراح أبو راوية هو ورجال كثير مسلحين طلوا على المكان ده وحرروا مكان سيد فجابوا سيد وفكوا أسره من فريد النقار وبعد كده داليا هي وسيد قدموا محضر بأنه كان خاطف سيد ولكن لما عمل المحضر ما كانش فيه ولا دليل يثبت بأنه هو اللي خاطفه فطبعا المحضر طلح في شينك فبعد كده في يوم من الأيام فريد النقار لفق تهمة مخدرات وحط مخدرات في عربية سيد علشان يلبس التهمة فبعد كده تمسك سيد وعربية وكانت مليانة مخدرات فطبعا بيت في الحجز وفي الليلة اللي بيت فيها في الحجز فريد النقار بعد بلطقية جوه السجن حردهم على ضرب سيد فطبعا البلطقية دول في الحجز ضربوا سيد لما عدموه العافية ونقلوه على المستشفى بعدها وبعد كده فريد النقار اتصل بدالية وروضها ما بين تسلم الورق والمستندات اللي مسكا زل عليها وما بين جوازها يقضي باقي حياته كل لها من السجن لانه قال بانه لو هي جابة الورق الضابط حيبدل حرز المخدرات حيبدله يحط مكانه اي حاجة تاني بحيس لما يتعرض على النيابة بكرة طبعا الحرز هيتغير وحياخب براءة لو ما كانش كده طبعا هيتحول على محكمة الجنيات والمخدرات طبعا يتأبيد يحكم اعدام فطبعا خافت على جوازها سيد وسلمت الورق فبعد كده وفب كلامها معاه وطبعا كان لي صول بدل الحرز فلما اتعرض على النيابة النيابة اخلت سبيله فبعد ما طلع سيد من الحجز طبعا مراته داليا هي وامه حنيفة وخاله ابو راوية وطبعا عمه صلاح الجمال كانوا واقف معاه وكلهم فرحوا جدا اول ما طلع من السجن ولكن هو كان زعلان لان داليا سلمت الورق ليه ولامها وقال بانها ازاي تفرط في الورق وتدي للكلب اللي اسمه فريد النجار فقال لها بانه هو اهوا عليه السجن اهوا عليه بكثير بدال اهوا عليه بكثير من مجرم يكون هربان ويفسد في البلد اللي هو طبعا فريد النجار فطبعا فضل يلوم كثير في مراته داليا فطبعا سيد قرر هو وابو راوية بانهم يرجعوا الورق ده فطبعا في يوم من الايام في منتصف الليل اقطحموا فيلة اقطحموا فيلة فريد النجار وطبعا لما دخلوا الفلة في منتصف الليل اقطحموا الخزنة بتاعته وكانوا متنكرين طبعا في زي حرمية فاخدوا الورق من الخزنة بعد ما كسروها وبعد كده هربوا فطبعا اول ما اجابوا الورق ادوه لداليا وقالوا لها بانها تطلع عن الهوى وتكشف حقيقة فريد النجار وبالفعل داليا طلعت على الهوى وكشفت حقيقة فريد النجار من خلال الاوراق والمستندات اللي تثبت بانه رجل اعمال فاسد وانه جميع منتقات شركات ومصانعه طبعا كلها منتقات فاسدة وانه رجل اعمال فاسد ويستحق المعاقبة والسجل فبعدها الحكومة قبضت على فريد النجار ودخلته السجن وطبعا سيد هو وابو راوية وداليا كلهم فرحه بعد ما فريد النجار دخل السجن والمحكمة الجنائية حكمت عليها بحكمه مشدد جدا وطبعا فرح جدا سيد العاطفي لانه كمان حس بانه حقه رجع ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني من فيلم سيد العاطفي بطولة الفنان الكبير تامر حسني هتمنى بانه ملخص الاحداث يكون نال اعجابكم ويريت يا جماعة لنفسه في اي جزء ثاني سواء من فيلم او مسلسل يريتي يعرفني ده في التعليقات وانا احاول بقدر الامكان او بقدر السرعة اهلف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه وان شاء الله يكون عند حسن زنكم اعزائي المشاهدين اعزيز ورحمة الله وبركاته